طيب يا شباب نهدى ونركز وناخذ نفس عميق ونترك الشخصنا على جنب وجورج مارس نعلنها في مسلسل قادم شخصية جون سنو السلام عليكم حياكم الله انا راكان ورجعنا من جديد وهذه المرة مع تحديث اخر لمسلسل جون سنو هذا المسلسل اللي تكلمنا عنه الجمعة ما قبل الماضية طلع تحديث اخر حول هذا المسلسل للأسف كنت مسافر ما كنت موجود بالرياض ما كنت قريب من الستبع عشان اصور تكلمت بمساحة بتويتر وتكلمت بتغريدات كثيرة بتويتر ولكن طالما اني نزلت مقطع تكلمت فيه عن هذا المسلسل في البداية لازم ارجع وقف الكلامي عن هذا المسلسل طيب يا راكان وش السالفة بالضبط هل كلامك اللي قلته بالمقطع الماضي غلط ولا صح انا بجاوب وبشرح كل شي صار خلال الفترة الماضية ولكن عزيزي المشاهد انا عندي طلب هذا الطلب مرة مهم وقاعد اطلب بشكل جدي ارجوك تشوف المقطع الى النهاية ما تشوف نص المقطع وتحكم ولا تبقى ثانيا وحدة بالمقطع وتصدر احكامك هذا المقطع لازم ينشاف بشكل كامل وقبل ان نبدأ اشترك في القناة فعل جرس تنبيهات واذا اعجبك كلامي لايك اذا ما اعجبك كيف كنت بتسوي ديس لايك شك ولا الله طيب قاعد اشمر يعني بتكلم انا بركز على نقطة اساسية قلتها في مقطعي السابق انه جورج مارتن لا يسعى ولا يفكر بصناعة اي مسلسل يتعلق بشكل مباشر بمسلسل Game of Thrones هل هذا الكلام اللي قلتوا بالمقطع السابق صحيح بقول الكلام اللي عندي وانت احكم اذا كان صحيح او لا جورج مارتن الخميس الماضية اعلن من خلال مدونته نت ابلوغ انه خبر The Hollywood Reporter خبر صحيح هذا الخبر اللي يتكلم عن مسلسل لجون سنو بنفس اليوم صباحا تكلمت اميليا كلارك مع البي بي سي وقالت انها تكلمت مع كيت هارينغتون وكيت هارينغتون قال لها انه يسعى لصناعة مسلسل لشخصية وشخصية جون سنو وهذا المشروع ما هو الا مشروع من حزمة مشاريع HBO اعلنت عن بعضها من خلال جورج مارتن من خلال مدونة نت ابلوغ مثل مسلسل لكوللس بيلاريون مسلسل نايميريا ومسلسل لدانكين وايج وانيميشن لحضارة اي تي بعنوان The Golden Empire وفي مجموعة مسلسلات HBO ما اعلنت عنها او HBO ما اعطت جورج مارتن الضوء الاخضر للاعلان عنها من بين هذه المسلسلات مسلسل جون سنو فجورج مارتن ذكر بالمدونة امرين اساسيين الامر الاول انه هذا المسلسل فكرة كيت هارينغتون بل انه كيت هارينغتون راحل HBO معه فريق كامل من الكتاب او حتى من الشورنرس بمعنى اخر الممثل مصر وجاد بصناعة هذا المسلسل بمعنى اخر كذلك انه الفكرة ما كانت فكرة HBO ولا كانت فكرة جورج مارتن الامر الثاني المهم بالنسبة لي بالمدونة انه جورج مارتن قال HBO ما قطته الضوء الاخضر للحديث عن هذا المسلسل طيب هل الكلام اللي قلته بالمقطع الماضي انه جورج مارتن لا ينوي صناعة مسلسلات تتعلق بجيم اوف ثرونز بشكل مباشر هل هذا الكلام صحيح ولا لا انا بالنسبة لي هذا الكلام صحيح ما عندي دليل دامغ على هذا الكلام ولكن عندي عدة قرائن لو جمعناها مع بعض ممكن نصل لهذا الاستنتاج طيب وش القرائن اللي موجودة يا راكان انا بقول لك واحد جورج مارتن رفض صناعة مسلسل لثورة روبرت براثين ليش رفض لانه يرغب بحكاية القصة اللي الى الان لم تروى بالكتب القادمة الكتاب السادس والسابع ولو شفنا كل الاعمال اللي اعطي عليها الضوء الاخضر نجد بينها قاسم مشترك كورلس بيلاريون نايميريا دانكين وايك او حتى دا جولدن امباير حضارة اي تي القاسم المشترك ان ما لها علاقة بمسلسل game of thrones الامر الثاني هو كلام جورج مارتن بهذه المدونة انه الفكرة فكرة كيت هارينغتون ما هي فكرته ولها فكرة ايش بي او والامر الثالث هو الامر الاكثر ايلاما لي كمحب لعالم جورج مارتن للعمل الادب اللي قدمه جورج مارتن وهذا الامر قد يبدو حقيقيا مع مرور الوقت ممكن الصورة رح تتضح بشكل اكبر مع مرور الوقت خلال الفترة الماضية طلعت تقارير تشير الى انه جورج مارتن وقع عقد ضخم عقد يتكون من ثمان ارقام من mid eight figures يعني ايش؟ يعني يتكلم عن عقد ممكن يصل الى خمسين مليون دولار لمدة خمس سنوات فقط قابل للتمديد ما ادري ما اعرف تفاصيل هذا العقد ولكن الشي اللي لازم نعرفه بهذا العقد انه ممكن حقوق عالم جورج مارتن كلها مملوكة لـ HBO وهذا العقد ينص على تطوير عدد من المسلسلات اللي من عالم جورج مارتن بالاضافة الى انه جورج مارتن يطور عدد من المسلسلات من روايات اخرى مثل مسلسل هو فيرز ديث ومسلسل اخر بعنوان رود مارك ولكن الصدمة والألم بالنسبة لي هو انه بعض التقارير اشارت الى انه جورج مارتن لا يملك حقوق عالمه عالم جورج مارتن مملوك لـ HBO مما يدع المجال امام شبكة HBO لصناعة اي مسلسل يخطر على بالها اليوم تبي مسلسل لجون سنوب بكرة تبي مسلسل لآريا ستارك بعد بكرة تبي مسلسل لبريانوف تارث وهكذا دواليك وكل هذه القرارات بدون العودة لجورج مارتن كل امانة على الرغم من انه هذه التقارير متطرفة شوي وما تدخل العقل الا انه الاحداث اللي صارت خلال الثلاث او اربع سنوات الماضية تشير الى نفس النتيجة الى نتيجة انه جورج مارتن لا يملك حقوق العالم طيب وش الاحداث اللي صارت خلال فترة الماضية خلينا نعددها لك الامر الاول طلع التقارير الفترة الماضية تقول انه جورج مارتن راح لنيويورك عشان يقابل السيو الرئيس التنفيذي لـ HBO عشان يتوسل تدري يعني كانت مكتوبة بالإنجليزي باقينك يتوسل يترجى يقول له أرجوك كمل مسلسل Game of Thrones إلى عشر مواسم وهذا الأمر في الطبع أنا راح أصدقه ليش لأنه جورج مارتين طلع بأكثر من تصريح يقول مسلسل Game of Thrones ممكن يوصل له داعش 12 موسم الأمر الثاني جورج مارتين كان متحمس بشكل كبير لمسلسل Blood Moon المسلسل اللي يتكلم عن الليلة الطويلة الأولى المسلسل اللي جورج مارتين سوق له بشكل كبير بمدونته وكان يقول أنه شاف مجموعة من الصور وكان يشيد دائما بفريق الكتابة فجأة HBO قررت أنها تلغي هذا المسلسل وحقيقة أنه HBO تملك عالم جورج مارتين أمر خطير ليش؟ لأنه HBO حسب تقارير كثيرة تقول هذه التقارير أنه HBO الآن تسعى لخلق نموذج خليط ما بين نموذج ديزني ونموذج نتفليكس من ناحية زخم الأعمال الخاصة بالعوالم ومن ناحية زخم الأعمال زخم الأعمال الخاصة بالعوالم موجود عند ديزني تدخل تلقى لك مسلسلات وأفلام ستار وورس مسلسلات وأفلام عالم مارتين زخم الأعمال موجود عند نتفليكس فأي نعم HBO ماكس اليوم عندها دي سي ليش ما تصنع عالم خاص بأغنية الجليد والنار عالم من المسلسلات المشتقس بينوف سيكول بريكول إلى خيره وهذا الأمر يخوفني كقارئ ومحب لعالم أغنية الجليد والنار ولهذا العالم بشكل عامل سواء تتفق معي مع كلامي اللي قلته قبل شوي أو تختلف معي هذا الأمر الراجع لك خلونا نتكلم عن شخصية جون سنو بحذ ذاتها هل أنا أكره شخصية جون سنو؟ لا شخصية جون سنو بالكتب من أفضل الشخصيات بالنسبة لي بل أنه صورتي بتويتر سابقاً كانت صورة جون سنو بل أنه أكثر مقطع مشاهدات عندي بالقناة مقطع جون سنو ولكن هل فقط شخصية جون سنو هي اللي تستحق نهاية أفضل؟ بالنسبة لي لا العالم كله المسلسل كامل كل شخصية وكل حدث وكل قصة بهذا العالم كانت تستحق نهاية أفضل محور دورن شخصيات دورن دوران مارتيل اللي قضى 16 سنة من عمره يخطط للانتقام من اللانستر بل إن خطته بالكتب خطة رائعة جداً وتكلمت عن هذا الخطة بمقطع قديم بالقناة نزلته يمكن قبل ثلاث سنوات خطة رهيبة فجأة دوران مارتيل يموت على يد مجموعة من المراهقات فدور ومحور دور يستحقون نهاية أفضل جيمي وسيرسي يستحقون نهاية أفضل بدءاً من شخصية جيمي اللي عانت في بداياتها من شخص متغطرس متكبر إلى شخص ذليل شخص فقط جزء كبير من قوته تطور شخصية هائل لشخصية جيمي لانستر كذلك سيرسي لانستر وتطور الهائل اللي صار بشخصيتها أحداث كثيرة صارت لهم نبوءات كثيرة نبوءة البالونكار وغيرها من النبوءات بالأخير جيمي يتهزأ من يورون جريجوي وسيرسي تطلع بالموسم الأخير بخمس ست مشاهد يستحقون نهاية أفضل يورون جريجوي على طريق يورون جريجوي حديدية المولد يستحقون آرك وقصة أفضل من القصة اللي شفناها في المسلسل تكلمت بمقطع طويل في مدة 47 دقيقة عن شخصية يورون جريجوي قديش هذه الشخصية رهيبة بالكتب يورون فكتاريون آرون الاخوان جريجوي والحديدية المولدة بشكل عام يستحقون قصة أفضل ونهاية أفضل من اللي شفناها في المسلسل آريا ستارك اللي راحت لقرة إسوس اللي تدربت في بيت الخالدين واللي تركت هويتها كآريا ستارك تستحق نهاية أفضل آريا ستارك قتلت النايت كينغ على لسان ديفيد بنيوف دان وديفيد قتلت النايت كينغ واختاروها أن هي تقتل النايت كينغ مو عشان الأزوروهاي ولا عشان الأمير الموعود ولا عشان أي نبوة فقط لأنها شخصية غير متوقعة بل أنه بالحلقة الثانية تقول والله ودي أجرب أشياء ما جربتها بحياتي يعني تسطيح وقمة التسطيح شخصية تيريون لانستر تيريون اللي قتل أبوه تيريون اللي كان يد الملك يوم الأيام تيريون اللي راح لإسوس تيريون اللي خاض كول هذه المعركة السياسية فجأة تصير شخصية هامشية يذب ذبات بايخة فاريس واللورد بيرليش كانوا يستحقون نهاية أفضل فاريس اللي يلعب لعبة العروش من داي ون من اليوم الأول مشهدوا مع إلييريون باتيس من أكثر المشاهد الرهيب اللي شفتها في المسلسل واللعب اللي كان يلعبها مع إلييريون باتيس من أفضل الألعاب اللي شفتها في المسلسل قديش باريس كان يتلاعب بقارة وسترس من خلال إيليريوم باتيس من خلال خطة إلى الآن مهي بواضحة لنا اللورد بيليش وما أدراك من اللورد بيليش هذا الرجل اللي خلى الذئب يتعارك مع الأسد اللي ولع الحرب بين الذئاب والأسود بين ستارك واللانستر يموت على يد مجموعة من الأطفال والمراهقين صدقني بتعب وأنا أتكلم كل هذه الشخصيات كانت تستحق نهاية أفضل مو فقط جون سنو اللي يستحق نهاية أفضل فأنا ما زلت عند رأيي إذا HBO تسعى لصناعة مسلسل متعلق بغيمو ثرونز فمن الأولى صلاح الكارثة اللي صارت بهذا المسلسل من الأولى إعادة إنتاج هذا المسلسل وش القصة اللي راح يرويها جون سنو في شمال الجدار هل جون سنو راح يقابل دينايريس ويقابل سانزا ويقابل تيريو لانستر كده صار عندي موسم تاسع من غيمو ثرونز ما صارت قصة لجون سنو وش راح يسوي ما في أطفال غابة أطفال غابة أصلا ماتوا عشان بران والبلود ريبن مات عشان بران وبران خاض هذه الرحلة بران صار معاق من دي ون من أول يوم له بالمسلسل طاح من البرج وصار معاق ما يقدر يمشي بس عشان يصير هارد ديسك يحفظ قصص وستروس بران ستارك اللي تدور حوله الكثير من النظريات بران ستارك اللي ممكن يتحكم بالماضي كل هذه القصة فقط عشان يصير هارد ديسك فوش القصة والإضافة اللي راح يقدمها لي مسلسل جون سنو كمحب لعالم أغنية الجيد والنار كمحب للرواية كشخص ينتظر الكتاب السادس من عشر سنوات الآن لو بنظر لموضوع من نظرة صانع محتوى ترى بالعكس بكون مبسوط مشاهدات واشتراكات وحلقات تنزل ومسلسلات كثيرة بس الموضوع مو كذا هذا تخريب لعالم جورج مارتن عموما قبل لأختم كلامي فيه أشخاص كثير أرسلوا لي مدح جورج مارتن للصحفي جيمس هابتل وأنا لو كنتم كان جورج مارتن بكتب نفس الكلام لأنه هذا الصحفي خلال الثلاث سنوات الماضية من 2019 إلى اليوم تعرض لحملة كره شديدة من قبل الفان بيس من قبل الفاندم من قبل محبين عالم جورج مارتن ليش تعرض لهذه الحملة؟ لأنه كان أدا بيد ديفيد بنيوف لأنه منع الجمهور من سؤال الكاست في الكوميك كون لأنه كان يروج للأخبار اللي يبغاها ديفيد بنيوف وكان دائما يمتح ديفيد بنيوف ودان ودايفيد بشكل عام وما كان يسلط الضوء على الأخطاء الموجودة فجورج مارتن مدح هذا الشخص كتخفيف من حدة الكراهية تجاهه لا أكثر ولا أقل أنا يعني لو كنتم كان جورج مارتن بسوي نفس الشيء هل الأمر يلغي أنه جيمس هابرد نشر أخبار خاطئة بيوم الأية؟ لا لا يلغي بالعكس نشر أخبار كثير خاطئة وأنا مستعد أرجع للإنترنت وورريكا خبر خبر عموما وسلسل جون سنو وش تتوقع راح تكون القصة بدون لا تدخل أي شخصية من الشخصية الثانية بدون لا تقول دينير استرجع الحياة بدون لا تقول يتقابل مع آريا أو يتقابل مع سانزة أو يتقابل مع بران أو يتقابل مع تيري جون سنو الحاله وش راح يسوي؟ اكتب لي تحتو التعليقات لايك في حال أجوك هذا المقطع اشتركوا في القناة إذا ما كنتم يشترك فعل ترسم بيها تشارفين تابعنا مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وصناب وإستجرام وتويتش تكتب كان معكم براكان أشوفكم المقطع الجاي سلام